بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد و لبيته الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين في سلسلة بحثنا حول أوقات استجابة الدعاء في بحث سلوك الداعي وصلنا إلى بين الطلوعين من الأوقات المقدسة و إنها من ساعات الجنة كما في الروايات بين الطلوعين أي عند طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس و هذا ما يعبر عنه بين الطلوعين من طلوع الفجر الصادق عند الأذان الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا الوقت من الأوقات المقدسة لذا يكره النوم في هذا الوقت مكروه الإنسان ينام في هذا الوقت و يستحب فيه الدعاء فعن إمامنا علي صلى الله عليه يقول أجيب الداعي الله واطلب الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب الرزق من ضرب في الأرض يعني أن تدعو الله عز وجل في هذا الوقت فوقت الرزق أيضا و هي الساعة التي يقسم فيها الرزق بين العباد توكلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها تعط الرغائب تستجاب فيه الدعاء إذن بعد أن تنتهي من صلاة الفجر بعد أن تنتهي من صلاة الصبح أجلس في مصلاك وابدأ بالأذكار والأدعي الواردة المستحبة إلى طلوع الشمس فأشير إلى بعض هذه الأذكار والمستحبات وأدع لك التفصيل وأن ترجع إلى كتب الدعاء بعد أن تنتهي من الصلاة قبل أن تتحرك كما في الروايات ابدأ بتسبيحة الزهراء صلوات الله عليها فعن إمامنا الصادق عليه السلام يقول تسبيحة الزهراء دبر كل صلاة بعد كل صلاة أحب إليه من ألف يركع صلاة بعد أن تنتهي من الصلاة ابدأ بتسبيحة الزهراء عليه السلام 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله العدد مئة مرة أيضا عليك بدعاء العهد كما في مضمون الخبر عن إمامنا الصادق عليه السلام من قرأ دعاء العهد 40 صباحا كان من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك عليك بتعقيبات الصباح عند رجوعك لكتاب دعاء مفاتيح الجنان أو غير ذلك من الأدعية دعاء أيام الأسبوع لكل يوم من أيام الأسبوع هناك دعاء خاص كذلك عليك بالأذكار المستحبة من الأذكار المستحبة أن تقرأ صورة التوحيد قل والله أحد 11 مرة وصورة القدر 11 مرة كذلك آية الكرسي 11 مرة وكذلك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبع مرات ويستحب أيضا أن تجعل يدك اليمنى على قلبك على صدرك وتقول سبعين مرة يا فتاح يا فتاح يا فتاح سبعين مرة في ذلك أسرار عجيبة كذلك عليك بقراءة القرآن في الرواية عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال إذا خفت أمرا فقرأ مئة آية من القرآن من حيث شئت أنت اختار أي صورة أي آيات مئة آية ثم قل بعد ذلك اللهم اكشف عني البلاء ثلاث مرات اللهم اكشف عني البلاء اللهم اكشف عني البلاء اللهم اكشف عني البلاء إن شاء الله يستجيب الله دعائك أيضا من الأذكار ومن الأعمال أو الأدعية هي عبارة عن زيارة عاشوراء أن تقرأها في كل صباح وتهدي ثواب إلى السيدة نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتطلب من الله حوائجك هذه مجموعة من الأدعية المستحبة فلذا أوصي نفسي وأوصيكم باغتنام فرصة بين الطلوعين في ذكر الله وفي الدعاء فعن فضيل ابن عثمان عن إمامنا الصادق عليه السلام قال فضيل ابن عثمان يسأل الإمام الصادق يقول أوصيني يا ابن رسول الله فقال عليه السلام أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وإذا كان قبل طلوع الشمس اللي هو بين الطلوعين وقبل الغروب فعليك بالدعاء واشتهد ولا يمنعك من شيء تطلبه من ربك إلى أن يقول وادعوا فإن الله يفعل ما يشاء أقفوا لحظات عند هذه الكلمة لأهميتها وادعوا فإن الله يفعل ما يشاء من خلال الدعاء تستطيع أن تغير بإذن الله لما تطلب من الله تغيير بعض ما هو قضاء غير الحتمي القضاء القابل للتغيير القضاء عندنا قضاء حتمي غير قابل للتغيير كأصل موت الإنسان كل نفس دائقة الموت وعندنا قضاء قابل للتغيير كعمر الإنسان يتقدم أو يتأخر من يصل رحمه يزيده الله بعمره ويجعل في عمره بركة الدعاء تغير القضاء الإلهي بإذن الله عز وجل ادعوني أستجب لكم وهناك أيضا أوقات أخرى تفتح فيها أبواب السماء للدعاء وتهبط فيها الرحمة ولا يحجبها شيء عن الدعاء من هذه الأوقات عن إمامنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما قال اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن في هالأوقات عند قراءة القرآن لما تقرأ القرآن إذا كانت لك حاجة وانت قاعد تقرأ القرآن إذا وصلت إلى آية رقم مئة من القرآن مثلا في يوم الجمعة تقرأ صورة الصافات فلما تصل إلى آية رقم مئة وبشرناها بغلام رقم مئة هنا كبر الله سبع مرات واطلب حاجتك من الله عز وجل فتقرأ إن شاء الله اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن عند قراءة القرآن وعند الأذان لما تسمع المؤذن يؤذن للصلاة عليك بالدعاء وعند نزول الغيث عند نزول المطر يستحب أن تدعو الله ويستجاب فيه الدعاء إن شاء الله وعند التقاء الصفين للشهادة عند الحرب وعند دعوة المظلوم فإنها ليس لها حجاب دون العرش لا يحجب دعاء المظلوم شيء وإن كان كافرا لأنه مظلوم فيستجيب الله دعاءه هذه أوقات المهمة لاستجابة الدعاء عند قراءة القرآن عند الأذان عند نزول المطر عند في حال الجهاد عند دعوة المظلوم وغير ذلك من الأوقات المهمة اللي يستحب فيه الدعاء منها الأوقات أيضا في ليالي القادر الدعاء في مستجاب في شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وآله في آخر خطبة له من يوم في شهر شعبان في آخر خطبة من يوم الجمعة في شهر شعبان قال الدعاءكم فيه مستجاب وكذلك عند الإفطار عن إمامنا علي بن الحسين صلى الله عليه ما يقول إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة قبل أن تبدأ بالإفطار عليك بالدعاء طبعا يستحب تقديم الصلاة على الإفطار فريضتان فريضة الصلاة بالوقت مستحبة مؤكدة أما ما عندنا إن مستحب الإنسان يفطر بالوقت الفطور عند دخول الليل ولكن الصلاة بأول الوقت عمل مستحب ومؤكد عليه فصلي أولا ودعو الله وابدأ بالإفطار وعليك بالعافية هذه أوقات زمانية لاستجابة الدعاء اللي ذكرناها مجموعة من الأوقات الزمانية المرتبطة بالزمان الذي يستحب فيه الدعاء وهناك أوقات مكانية اللي رح انشاء الله في الحلقة القادمة نشير إلى الأوقات المكانية للدعاء والطلب من الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة